أسرار كتابة المقالات التي تحصل على الكثير من الزيارات شات جي بي تي وبارد هما نموذجان لغويان كبيران الـ LMS من OpenAI وGoogle AI على التوالي كلاهما مدرب على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والشفرات ويمكنه إنشاء نصوص وترجمة اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي والإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية ومع ذلك هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين أهمية شات جي بي تي وبارد كلا النموذجين مهمان للغاية ولديهما القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزة الكمبيوتر يمكن استخدامهما لإنشاء تطبيقات جديدة ومبتكرة وتحسين كفاءة العمل وجعل حياتنا أكثر راحة مميزات شات جي بي تي وبارد المميزات المشتركة بين الاثنين يمكنهم ترجمة اللغات يمكنهم إنشاء نص واقعي وغني بالمعلومات يمكنهم الإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية حتى لو كانت مفتوحة أو صعبة أو غريبة يمكنهم كتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي مثل القصائد والكود والنصوص والقطع الموسيقية والبريد الإلكتروني والرسائل وما إلى ذلك الاختلافات الرئيسية بين الاثنين تم تدريب شات جي بي تي على مجموعة بيانات من ستمائة مليار كلمة بينما تم تدريب بارد على مجموعة بيانات من واحد فاصل ستة وخمسين تريليوني كلمة هذا يعني أن لدى بارد نطاقا معرفيا أوسع وقدرة أكبر على فهم وإنشاء نص معقد يستخدم شات جي بي تي نموذجا يسمى ترانسفورمر بينما يستخدم بارد نموذجا يسمى LAMDA ترانسفورمر هو نموذج تعلم عميق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بينما LAMDA هو نموذج أكثر دقة تم تصميم شات جي بي تي ليكون نموذجا إبداعيا بينما تم تصميم بارد ليكون نموذجا إعلاميا هذا يعني أنه من المرجح أن يكون شات جي بي تي قادرا على إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة مثل القصائد والكودي والنصوص والقطع الموسيقية والبريد الإلكتروني والرسائل وما إلى ذلك بينما من المرجح أن يكون بارد قادرا على تقديم ملخصات للمواضيع الواقعية أو إنشاء قصص أصدارات شات جي بي تي وبارد النوع لاول شات جي بي تي سي اتش اي تي جي بي تي واحد الفان وعشرون الإصدار الأول من شات جي بي تي تم تدريبه على مجموعة بيانات من ستمائة مليار كلمة سي اتش اي تي جي بي تي اثنان الفان واثنان وعشرون الإصدار الثاني من شات جي بي تي تم تدريبه على مجموعة بيانات من واحد فاصل ستة وخمسين تريليون كلمة سي اتش اي تي جي بي تي ثلاثة الفان وثلاثة وعشرون الإصدار الثالث من شات جي بي تي تم تدريبه على مجموعة بيانات من مئة وخمسة وسبعون مليار كلمة النوع الثاني بارد بارد الفان واثنان وعشرون الإصدار الاول من بارد تم تدريبه على مجموعة بيانات من واحد فاصل ستة وخمسين تريليون كلمة الفرق بين الإصدارات تختلف الإصدارات المختلفة من شات جي بي تي وبارد في حجم مجموعة البيانات التي تم تدريبها عليها ودقة النصوص التي تولدها وقدرتها على إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة CHAT GPT-3 هو أكثر إصدارات شات جي بي تي تي تقدما حيث يتمتع بأعلى دقة وقدرة على إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة بارد هو الإصدار الأول من بارد وهو قيد التطوير حاليا ومع ذلك فقد أظهر بالفعل إمكانات كبيرة ويتمتع بدقة عالية وقدرة على إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة شات جي بي تي وبارد مجانيان للاستخدام الشخصي ومع ذلك يمكن استخدامهما أيضا لأغراض تجارية وقد تختلف أسعار الاستخدام التجاري كيفية استخدام شات جي بي تي وبارد إنشاء نصوص يمكن استخدام شات جي بي تي وبارد الإنشاء نصوص واقعية أو خيالية على سبيل المثال يمكن استخدام شات جي بي تي لإنشاء قصة عن بطل خارق بينما يمكن استخدام بارد الإنشاء مقال عن تغير المناخ ترجمة اللغات يمكن استخدام شات جي بي تي وبارد لترجمة اللغات على سبيل المثال يمكن استخدام شات جي بي تي لترجمة مقال من الفرنسية إلى الإنجليزية بينما يمكن استخدام بارد لترجمة كتاب من الإسبانية إلى العربية كتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي يمكن استخدام شات جي بي تي وبارد لكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي مثل القصائد والكود والنصوص والقطع الموسيقية والبريد الإلكتروني والرسائل وما إلى ذلك على سبيل المثال يمكن استخدام شات جي بي تي لكتابة قصيدة عن الحب بينما يمكن استخدام بارد لكتابة رمز للعبة الإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية يمكن استخدام شات جي بي تي وبارد للإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية حتى لو كانت مفتوحة أو صعبة أو غريبة على سبيل المثال يمكن استخدام شات جي بي تي للإجابة على سؤال ما هو معنى الحياة بينما يمكن استخدام بارد للإجابة على سؤال ما هي أفضل طريقة لتعليم الطفل القراءة بشكل عام يعد شات جي بي تي وبارد كلاهما أدوات قوية يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المهام ومع ذلك فإنهما يتمتعان بنقاط قوة وضعف مختلفة شات جي بي تي هو نموذج لغة كبير إبداعي ومتعدد لاستخدامات بينما بارد هو نموذج لغة كبير إعلامي ودقيق إيهما لفضل شات جي بي تي أما بارد يعد شات جي بي تي وبارد كلاهما أدوات قوية يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المهام ومع ذلك فإنهما يتمتعان بنقاط قوة وضعف مختلفة شات جي بي تي هو نموذج لغة كبير إبداعي ومتعدد لاستخدامات بينما بارد هو نموذج لغة كبير إعلامي ودقيق إذا كنت تبحث عن نموذج لغة يمكنه إنشاء نصوص واقعية أو خيالية وترجمة اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي والإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية فإن شات جي بي تي هو خيار جيد إذا كنت تبحث عن نموذج لغة يمكنه الإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية حتى لو كانت مفتوحة أو صعبة أو غريبة فإن بارد هو خيار جيد في النهاية فإن أفضل نموذج لغة لك يعتمد على احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة الخلاصة شات جي بي تي وبارد هما نموذجان لغويان كبيران لهم العديد من الميزات المشتركة ومع ذلك هناك أيضا بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين بما في ذلك حجم مجموعة البيانات التي تم تدريبها عليها ونموذج التعلم الذي يستخدمه كل منهما والهدف الذي تم تصميمه من أجله بشكل عام يعد بارد نموذجا أكثر شمولا وقوة من شات جي بي تي إنه قادر على فهم وإنشاء نص أكثر تعقيدا وهو أكثر دقة ومع ذلك فإن شات جي بي تي هو نموذج أكثر إبداعا وقد يكون أفضل في إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة تنسيقات نصية إبداعية مختلفة